اهلا بكم تستعد شركة سبيس اكس التي يمتلكها رائد الأعمال الأمريكية إيلون ماسك لإطلاق أقوى صاروخ مطور على الإطلاق في أول رحلة مدرية تجربية الصاروخ أطلق عليه اسم ستورشيب ويصل ارتفاعه إلى نحو 120 مترا وهو مصمم ليكون له ضعف قوة دفع أي صاروخ على الإطلاق وسوف تجرى عملية إطلاق الصاروخ غير المأهول يوم الاثنين من بوكاتشيكا في ولاية تكسس الأمريكية وتهدف الرحلة إلى إرسال الطبق الأولى من الصاروخ باتجاه الشرق لإكمال دوران حول الكرة الأرضية وطلب ماسك من الجميع تهدئة توقعاتهم نظرا لأن تجارب الصاروخ قد تواجهوا إخفقات ذلك إلى حد ما عند إطلاقها لأول مرة وقال في تصريحات على تويتر إنها أول عملية لإطلاق صاروخ عملاق معقد للغاية وسنكون حاذرين وإذا رأينا أي شيء يثير قلقنا سوف نؤجل عملية الإطلاق تسعى أيضا سبيس أكس إلى إطلاق صاروخها ستورشيب في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينيتش ومن المتوقع وصول آلاف الرغبين في المشاهدة لعملية الإطلاق إلى مواقع سحلية على خليج المكسيك ويأمل ماسك من خلال إطلاقه صاروخه ستورشيب أن يحقق طفرة جديدة في مجال صناعة الصواريخ خاصة أن الصاروخ مصمم ليكون قابلا لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع ذلك مع إمكانية حمل أشخاص وأقمار الصناعية والدوران عدة مرات في اليوم وثم التوقعات أن يكون الصاروخ بداية عصر جديد يبشر بتنظيم رحلات تحمل بشرا عاديين بين الكواكب كانت أيضا المركبة ستورشيب التي تعرف بالطبق الأولى للصاروخ قد خضعت لاختبارات سابقة في رحلات إطلاق صغيرة ولكن هذه المرة ستكون هي الأولى التي يتم فيها الإطلاق بالطبق الثاني المعزز الصاروخي وكان الجزء المعزز للصاروخ العملاق الذي يعرف باسم سوبر هيفي قد تعرض لاحتراق أثناء التثبيت في منصة الإطلاق في فبراير الماضي على الرغم من تقفيض قدرة المحركات وقتها إلى نصف قدرتها وإذا تحقق 90% مما وعدت به سبيس اكس يوم الاثنين فسوف تصل القدرة إلى نحو 70 ميجا توم وهذا يعادل القوة اللازمة لدفع نحو 100 طائر الطراز كونكورد وهي الأسرع من الصوت عند إقلاعها وتهدف سبيس اكس إلى عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض بعد إكمال دوران حول الأرض والهبوط في المحيط الهادئ في منطقة شمال جزر هواي وجرى تجهيز الصاروخ بطبقة وقائية تقوم عملية التسخين الهائلة التي يتعرض لها أثناء الهبوط وتحدد توقيت الهبوط في المحيط ليكون بعد 90 دقيقة من الإقلاع مشاهدين الكرام متوصلون مع خضراتكم في تقطاع إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء